اول فعل هو الفعل get fallen ومعنى اعجبه يعجبه تستخدمه للتعبير عن اعجابك بشيء ما او بشخص ما يعني الفستان يعجبني مير هو ضمير شخصي انا في الضاتف لانا عندنا فعل plus datif وهو فعل get fallen gefällt dir هل الفستان يعجبكي gefällt dir dir هو ضمير شخصي انتي في الضاتف لانا فعل get fallen هو فعل plus datif هل يعجبكي الفستان هنا عندنا سؤال مباشر الفعل يكون في الموقع الاول لانه سؤال مباشر يعني الجواب يكون بنعم او لا يعني الجواب سيكون بنعم او لا يعني نعم الفستان يعجبني او nine das kleid gefällt mir nicht يعني لا الفستان لا يعجبني der film hat mir gefallen يعني لقد اعجبني الفيلم لقد شاهدت الفيلم مسبقا وانا ابدي رأيي في الفيلم قلت لقد اعجبني der film hat mir gefallen الفعل danke هو فعل plus datif ومعناه شكرا يشكرو ich danke ihnen عندما تريد ان تقول لشخص ما بطريقة رسمية بصيغة مؤدبة او صيغة احترام تقول له ich danke ihnen انا اشكرو حضرتك ihnen بصيغة احترام يعني حضرتك او حضرتك ich danke dir يعني انا اشكرك بدون صيغة احترام يعني تقول شكرا لصديق لك مثلا تقول له ich danke dir الفعل antworten ويعني اجابة يجيب هو فعل plus datif ze antwortet dem lira يعني هي تجيب المدرس der lira تصبح dem lira في التاتيف لان عندنا فعل plus datif يعني هي تجيب المدرس انتبهوا لي فعل antworten وفعل be antworten فعل be antworten هو فعل plus accusatif ولكن فعل antworten فعل plus datif هل هناك اختلاف اخر نعم يوجد اختلاف اخر الفعل antworten يكون مع حرف جر اوف ويكون plus accusatif يعني لا تقوم بخلط الامور فعل be antworten فعل plus accusatif لا تكون معه اي او لا يكون معه اي حرف جر وفعل antworten هو فعل plus datif ويكون مع حرف جر اوف ويكون plus accusatif الحرف جر هو اللي يكون plus accusatif ولكن فعل antworten هو فعل plus datif du hast mir noch nicht geantwortet يعني لم تجيبني بعد du hast mir noch nicht geantwortet لم تجيبني بعد الفعل helfen ومعناه ساعدة يساعده هو فعل plus datif نستعمله كثيرا kannst du mir helfen هل بامكانك مساعدتي هل يمكنك ان تساعدني kannst du mir helfen sie helfen den Kindern يعني هم يساعدون الاطفال sie helfen den Kindern هم يساعدون الاطفال دي تصبح den في الطاتف sie helfen den Kindern has to aim geholfen يعني هل ساعدته has to aim geholfen هل ساعدته هل قمت بمساعدته aim هو ضمير شخصي هو في الضاطف لأن عندنا فعل helfen وهنا geholfen هو الفعل helfen في الماضي geholfen الفعل passen هو فعل plus datif ومعناه لا اما أو ناسبة مثلا تكون في متجر لبيع الملابس وتسأل شخص ما past mir die hose هل السروال يلائمني يناسبني يعني تقوم بقياس السروال وتسأل شخص ما past mir die hose هل السروال يناسبني أو يلائمني mir هو ضمير شخصي أنا في الضاطف لأن فعل passen plus datif der termin pass mir nicht يعني الموعد لا يناسبني غير مناسب لي der termin pass mir nicht الفعل we tun وهو فعل منفصل معناه أوجع أو ألم we tun mein arm tut mir vee يعني dirai tu limoni tut mir vee يعني tu limoni mein arm tut mir vee كما قلت هو فعل منفصل وهو فعل plus datif mein kopf tut mir vee يعني رأسي limoni mein kopf يعني رأسي tut mir vee رأسي limoni was tu der vee يعني ماذا يؤلمك مثلا طبيب يسأل مريض في عيادته يقول له ماذا يؤلمك was tu der vee ماذا يؤلمك mein bein hat mir vee getan يعني لقد أوجعتني ساقي mein bein هي يعني ساقي لقد أوجعتني ساقي vee getan هو تصريف لفعل we tun في الماضي vee getan لقد أوجعتني ساقي الفعل gehören يعني خاص يخص هو فعل كذلك plus datif gehören das auto gehört meinem bruder يعني السيارة تخص أخي ملك لأخي تخصه gehört meinem bruder meinem لأن عندنا الفعل gehören فعل plus datif لذلك عندنا meinem bruder der bruder يعني هو الأخ vem gehört dieses handy يعني لماذا هذا الهاتف يعني من هو مالك هذا الهاتف لماذا هناك vem vem نستخدمها للسؤال عن الأشخاص في حالة datif يعني في حالة datif تقول vem للسؤال عن الأشخاص هنا عندنا الفعل gehören يعني لذلك استخدمنا vem لماذا هذا الهاتف يعني من يخص يعني نسأل عن الشخص الذي ملكه هذا الهاتف الفعل folgen ومعناه تبعا يتبعوا folgen وهو فعل كذلك plus datif bitte folgen sie mir يعني من فضلك حضرتك اتبعني مثلا تكون تتحدث إلى زابون وتريد أن تقول له اتبعني تقولها بهذه الطريقة يعني بطريقة لبيقة ولائقة bitte folgen sie mir يعني اتبعني من فضلك حضرتك sie folgt mir auf tiktok يعني هي تتابعني على منصة tiktok sie folgt mir auf tiktok يعني ممكن كذلك أن تستخدمها في هذا السياق يعني عندما تتابع شخص ما في مواقع التواصل الاجتماعي sie folgt mir auf tiktok الفعل passieren ومعناه حدثا يحدث هو فعل كذلك plus datif was ist mit dir passiert يعني ماذا حصل لك ماذا حدث لك مثلا ترى صديقك مجروح في أسبوعي تسأله ماذا وقع لك ماذا حدث لك das ist mir auch passiert يعني هذا حصل لي أيضا das ist mir auch passiert هذا حصل لي أيضا was ist dem kind passiert يعني ماذا حصل للطفل ماذا حدث للطفل was ist dem kind passiert das kind تصبح dem kind في الداتيف الفعل raten ويعني نصحة أو أوصى هو فعل كذلك plus datif raten ich rate dir Deutsch zu lernen يعني أنا أنصحك بتعلم اللغة الألمانية ich rate dir يعني أنا أنصحك Deutsch zu lernen بتعلم اللغة الألمانية kannst du mir etwas raten يعني هل بإمكانك أن تنصحني بشيء kannst du mir etwas raten هل بإمكانك أن تنصحني بشيء der Arzt hat mir geraten sport zu treiben لقد نصحني الطبيب بممارسة الرياضة geraten هو الفعل geraten في الماضي der Arzt hat mir geraten sport zu treiben لقد نصحني الطبيب بممارسة الرياضة ترجمة نانسي قنقر